صدور عقوبة ضد بطل مهزلة مباراة الجزائر الكاميرون السلام عليكم مرحبا بكم في قناتنا أمرا في القناة واضغط على زر الجرس وهذا ليصلكم كل جديد إذن قررت لجنة حكام فيفا استبعاد حكم الفار الألماني فريتز الكاتير بعد فضيحة مباراة غانا والأرقوي ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من بطول كأس العالم المقامة حاليا بقطر وكان اللقاء قد انتهى بفوز المنتخب الأرقوي على نظيره غاني بنتيجة هدفين مقابل صفر بملعب الجنوب وقد شهد هذا اللقاء أخطاء بالجملة من قبل حكم الفيديو المساعد الفار مما تقرر استبعاده من المونديال وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم نفسه الذي كان في ملعب شاكر في لقاء الجزائر والكاميرون وبطل سلك المهزلة ترجمة نانسي قنقر